السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اه اول حاجة احب اشكر كل الناس اللي موجودين عندي ازا كانوا اصحاب قنوات او ازا كانوا اه متابعين عاديين. كلكم 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 الله يجزاكم خير يا رب. ويرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اه انا يا جماعة فيها طبخات انا مطبخة كتير عادية عادي يعني. وفي طبخات انا ما طبختهاش ابدا في حياتي ولا جربت ان انا اطبخها. ممكن كنت كلها برا من مطعم اه من مكان بيعملها كويس. لكن ان انا اجازف وعملها. لا يعني مش مش بعملها كتير. المهم اه هف على جماغي كده شيش طوق. قلت عايز اكل شيش طوق. طب و بعدين. المهم قلت النفس يا معبود اعمليه. جربيه المشكلة. يا يخيب يا يصيب. واملنا في الله. واملنا في الله ان شاء الله بازن الله ان هو يصيب. المهم توكلت على الله. ورحت بنده. جبت صدور فراخ وقصة طويلة كده هبقى احكيها لكم في الفيديو. وعملته. فانا بقى عايزة ايه بسم الله الرحمن الرحيم اجربه. ايه يعني عايزة دقه. واقول بصراحة يعني بسم الله. مع لقتين بس. وقلت اجربتي معاه او طعمه بكل صراحة. بسم الله. من كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة هو شكله حلو قوي. وانا عملته في الفرن. ما عملتوش على فحم ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان معلقة عشان اقضرحكم. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بجد طحفة. جميل جميل جميل. يعني اول حاجة مستوي. مستوي جدا. تاني حاجة. طعمه حلو. آآ تالت حاجة التدبيلة باينا فيه جدا جدا. رابح حاجة بقى وهو ده الجميل. اني عملته في الفرن. ما عملتوش. كي ما احنا شايفين كده. جميل ومستوي وشكله حلو. طبع ما عملتوشش على الفحم. ما كانش عندي مازجة ولا عفحم ودخانة وواجع قلب. قلت النفسي اعمله ايه? اعمله في الفرن في صنية. وعملت وطلع حلو. بجد يعني بسم الله ما شاء الله تجربة. مم. نكحة مليون في المية. الحمد لله رب العالمين. ندخل بقى الطريقة ونشوف عمل ننزق. وندخل هنا على الطريقة ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. عندنا هنا آآ نبدأ لقول بالصدور. الصدور اللي احكيها كده هاحكيها بسرعة. رحت بندق اجيب صدور. لقيت الصدور العادية اللي ما فيش فيها عظم ولا فيها جلد ولا حاجة. التلاتة واحد وعشرين ريال. طيب طيب. ولقيت التلاتة دول بحداشر ريال. الله. يعني معقولة عشان حتت الجلد الصغيرة دي. والعبماية اللي في الصدر. تزودوا علينا حتاشر ريال. ليه يا جماعة الخير? هنا بقى بتبان شطرت الستة المصرية. قلت لنفسي. لا يا ام عبود. ابدا ابدا ما تجيبشهم واحد وعشرين. هادي محداشر وعادي يعني حشي منها العبما اهي. وشاطر ام عبود. حشت العبما اهي. وحشت الجلد وخلتها زي التانية بالزبط. عادي يعني ما خدتش مني والله ولا تلات دقايق. سهلة خالص. ادي العبما حشناها. اه العبما محداشر ريال. حشناها ايه الحمد لله رب العالمين. وزبطناها تمام التمام. عندي هنا برضو عصير آآ بصلاية. اه. عصير بصلاية. معها بشرة طماطمية. كل ده معصور. يعني دي ميت بصل. وطماطم. طماطمية واحدة. عندي البهارات بتاعتي. نص معلقة آآ البهارات السابعة. نص معلقة بابركة. ربع معلقة بودر الزعفران. آآ نص معلقة ملح وكمون مع بعض. ايه عندي هنا الصياسوس. هافزل بما يعادل معلقة معلقة ونص كده. مش هاد يتنزل بنت اللذين. آآ نزل يا معبود. معلقة معلقة ونص. انا بحطه بالبركة كده يعني. بسمي وبحطه بالبركة. اللي عايز يعايب تبقى معلقة ونص. عندي هنا دبس الرمان برضو. الخلطة دي جميلة جدا 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 في الشيش طوق. انا اول مرة والله اعمله. اغربه يعني. بسم الله. آآ بما يعادل معلقتين دبس الرمان. وبرضو معلقة ونص زيت زتون. زيت زتون من زيت عادي. يعني يفضل زيت الزتون. عندي ايه تاني? آآ. اخلط ده بقى كله ببعضه قوي. لازم اخلطه قويس جدا. طبعا لسه هحط عليها بما يعادل معلقة ونص كاتشاب. بس ننسيت الكاتشاب. هتبت تلاجة يا معبود. لازم لازم ينسى حاجة. اساسي يعني. آآ. باحة ام معبودت جيبت كاتشاب ههم. العلبة كده هو بسم الله وحطي شوية بما يعادل معلقة معلقة ونص فالحدود يعني. الكاتشاب في الخلطة دي يا جماعة جميل جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وعصر اللمونة طبعا انا حطيت عصر اللمونة مع عصر البصل وبشر الطمق ماء. الخلطة دي مالهاش حل. بجد بتدينا لون وطعم روعة. عندي هنا الفراخة هو الصدور قطعتها كده يعني حطة صغيرة كده مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين. وعندي العدن دي بصوا اساسي قبلها مية. لازم تتبلو مية عشان تبقى ايه ما تتحرقش. لان انا هعملها في الفرن. مش هعملها على الفحم. يعني ما كانش عندي مازجة ولا على نار وفحمه وكده. قلت الفرن هيبقى كويس. انا اول مرة والله اعمله. اول مرة في حياتي اجربه بصراحة. دائم باكله من برا. بس ان انا اجربه لأ ما حصلش. آآ زي ما احنا عارفين بقى الفيلم اللي انتوا عارفينه. حتة حتة من الدجاج حتة فلفل اصفر. عندي طبعا مجموعة فلفل اصفر واحمر واخضر وبصلاية مع الطعم ومكعبات. آآ بحاول بقى ان انا ايه? آآ لو في حتة نازلة كده بحاول ادخلها رخرى يعني ايه عشان تبقى بقى شكلها حلو. فلفل بقى بصل آآ دجاج كده كده لحد ما ايه اكمل السيخ كله وبقى فيه الوان كده جميلة. لون احمر لون اصفر لون البصل لون الدجاج. هديني الوان حلوة جدا ان شاء الله بازن الله العظيم. زي ما احنا شايفين كده. ايه. هعمل كل اللي معايا بنفس الشكل ده. كل العدان اللي معايا هتبقى كده. يعني احاول ان انا اخلي فيه تناسق في الالوان وبرضو الحاجة دي طعمها حلوة. الفلفل الملون ده طعمه جميل بصراحة يعني. آآ زي ما قلت لكم يا جماعة اساسي تكون العود ده. اللي هو الخشب اللي مندخل فيه الحاجات دي. يكون مبلول مية. يكون احسن عشان ما يتحرقش في الفرن. وانا كده كده برضو هعمل فيه حركة بحيث انه ما يتحرقش. لان خلي بالكم نار الفرن قوية برضو. انا مش عايزة يطلع لي محروق بقى ومدخن وعمل لي كده طعم مش حلو في الاكل. كل اللي معايا هعملو بالشكل اللي انتو شايفينه ده. ايوه شوفوا عملت كله زي ما انتو شايفين كده. فراخ بقى وفلفل وبصل والليلة اللي انتو شايفينها دي. تمام كده. هعمل ايه بقى? هعمل حركة حلوة قوي. آآ في ناس بس بتتبل الفراخ. حتة الفراخ. لأ. انا عايزة كل التدبيلة تيجي على الحاجات دي. حاجة كده بمعلقة وقول باسم الله واخب من التدبيلة اللي انا عملتها معاكم. وحط عليه كل. انا محتاجة كل الحاجات اللي عندي تتبل الفلفل والبصل وصدور الدجاج وكل حاجة. كله ياخد من نفس التدبيلة الجميلة دي. بصراحة تدبيلة في منتهى الروعة. بتدينا طعم. ولون وريحة. تلاتة في واحد. زي ما احنا شايفين كده باسم الله ما شاء الله. آآ بحط عليها كلها كلها واسمها في التدبيلة دي اقلش ربع ساعة. ربع ساعة عشرين دقيقة. فعل حدود يعني. بحيث انه نضمن انه تتبل تمام يعني. كويس. هو حطة صغيرة وهتتتبل بسرعة يعني. ايوة بحاول بقدر الامكان ان انا ايه. احط عليه كله كده زي ما احنا شايفين. ايوة. ايوة ايوة حركها كده عشان كله ياخد من التدبيلة. اصلا الصينية واقع فيها من التدبيلة يعني. بين الحين والاخر كده حركوا بحيث انه يبقى كله متبل كده وجميل ان شاء الله بازنان. زي ما قلت لكم. زي ما احنا شايفين كده ممكن نعمله على الفحم. يكون عندنا فحم مولع. بس النار تكون هادية جدا. ما يكونش لسه الفحم النار والع فيه. يكون بقى غمر. يعني بقى احمر وناره هادية عشان ما يتحرقش وتشعوط معانا. او يا ايما نعمله في الفرن. انا بصراحة ما كانش عندي مزاجة ولع فحم. حسيت انها شغلة يعني. قلت لنفس الفرن حلو. فرن القهرباء حلو. وجميل وناره حلو. ايوه. هاجي هنا بقى اجيب حتة ورق الامونيوم كده صغيرة. بصوا زي ما احنا شايفين كده. اغطي حتة العود الخشبة من قدام. ليه بقى يا معبود? عشان ما تتحرقش. وتديني بقى تتدخن على الاكل وتخليه مش حلو. هعمل الحركة دي مع كل العدان اللي عندي. بحيس ان انا اغطيه ما تتحرقش ولا يجعلها نار ولا نار تولع فيها اهي. عملت كله زي ما احنا شايفين كده. يعني الحركة دي حلوة بصراحة. مانا زي ما قلت لكم. عايز اكل اكل حلو وصحي. مش عايز اكل اكل مليان ثاني واكسيد الكربون مولع ومدخن والحاجات الغريبة دي. هنا حطته في صانية هي عشان ادخله الفرن. يعني انا شفت الصانية دي حلو. زي ما احنا شايفين كده. هيبقى في النص. هحطه في النص. انا مولع الفرن على متين. هحطه في النص. تحته فوق والا. هيقعد في الفرن عندي هنا خلاص انا احطته في الفرن. هيقعد في الفرن حوالي نص ساعة. عندي هنا رز بسمتي كسا ونص غسلاء كويسة. احط شوية ملح. بسم الله. برضو هعمله بطريقة حلوة قوي. وهعمله من نفس التدبيلة اللي عملت بها الشيش طوق. وشوية زي الصغيرين. واغطيه. واسيبه. مجرد ما يبدأ يغلي اهدي عليه خالص. عشان يديني حبة طويلة وجميلة وطعمه حلوة ان شاء الله. هنا خلاص اهو. استوى ومعدش في اي مية ولا اي حاجة خالص. هعمل ايه بقى? هقول لك انا. التدبيلة اللي عملنا بها الشيش طوق انا سبت منها حوالي معلقتين اهم. اللي هي زيت الزتون والصياسوس ودبس الرمان والحاجات اللي انت شفتوها دي. هقول بسم الله كده وانزل في نص الرز. هحطه عن نص. مش عليه كل. بس عن نص. انا عايزة بس شوية كلهم يكونوا ملونين والباقي عبيض. بص الطريقة دي حلوة قوي قوي وبتدينا رز شكله روعة. بسم الله ما شاء الله. وبيبقى باخد نفس التدبيلة بتاعت الشيش طوق هنشوفه دلوقت. اسبوا على النار كده ممكن بصوا تمن دقايق على نار هادي قوي قوي. ما قلبهوش خالص دلوقت. لحد ما ينشف. لحد الحاجات اللي انا حطيتها دي. آآ الرز يتشربها كده وتنشف. تاخد لون جميل كده. ايوة. زي ما احنا شايفينك. نروح بقى الفرن كده نقول بسم الله. ادي الشيش طوق ها. بسم الله ما شاء الله روعة. ريحته كانت بصه يعني طلعت كده وبقى جميل جميل بسم الله ما شاء الله. جميل جميل جميل. عندنا الرز بقى خلاص. آآ دلوقتي نشف والتدبيلة اللي انا حطتها نشفت. هجي بالروحة خالص واقلبه. انا مش محتاجة بصه اعجنه ببعضه. لا. محتاجة برضو يجيني رز ابيض ورز الملون اللي واحده. عشان بعدين لما نيجي نقلبه يجينا حلو. شكله جميل بصراحة بسم الله ما شاء الله. آخر جميل. ما شاء الله ما شاء الله. وهيكون واخد نفس التدبيلة بتاعت الشيش طوق. يعني جميل بسم الله ما شاء الله. بس حلو قوي كده. اغطي واسبه على النار خمس دقيقة وبعدنا اطفي عليه. ونغرب بقى. هنا خلاص حطيت الارز حطيته في طبق كده. وقادي الشيش طوق طلعته من الفرن. بسم الله ما شاء الله بصوا يعني بصوا تجربة نجحة. مليون في المية. والله كانت يعني كانت روعة. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جميلة جميلة. زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم دائما الانسان يجرب طول ما الواحد عايش بيجرب. يتصيب يتخيب. بس الواحد لو توكل على الله ومشى صح وعمل الخطوات صح. ان شاء الله بازن الله ربنا هيوفقها تطلع كويسة. جميل كان طعمه حلو جدا وريحته حلوة وشكله حلو. وبسم الله ما شاء الله. ونعجبكم الفيديو بس حط لنا لايك. والسلام عليكم ورحمة.